فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله أما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والأتبار نعم التحريم مخشاركة الكفار في أعيادهم محرم من ناحيتهم الأدلة العامة كما سبق على منع التشبه بهم فإنه يدخل فيها تشبه بهم في أعيادهم والدليل الخاص لأنه ورد النهي عن تشبه بهم في أعيادهم بأدلة خاصة زيادة على عموم منع التشبه قال أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فروا أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين نعم قال هو عيد للنصارى لقينهم والأحد وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو أعياد المشركين وكذلك عن الربيع ابن أنس قال أعياد المشركين وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين وروا بإسناده عن عمر بن مرة الذين لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم نعم من الأدلة الخاصة قوله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور جاء في تفسير كثير من الأئمة أن المراد بذلك عياد المشركين لا يشهدونها يعني لا يحضرونها فالمسلم لا يحضر أعياد المشركين لأنه إذا حضرها فقد وافقهم عليها وشجعهم عليها فإذا كان لا يجوز حضورها فمن باب أولى أن لا نفعلها نحن في بلادنا اقتداءا بهم وأن نجعل أعيادا مثل أعيادهم في بلادنا بحجة أن هذا من الرقي والتقدم واللحاق بالأمم كما يقوله الجهال الآن والمغرضون فنحن والحمد لله قد أغنانا الله بديننا وكمله لنا لسنا بحاجة إلى استيراد عادات الكفار وأعياد الكفار لأنها نقص لأنها نقص وزور سماها الله زورا والزور هو الكذب المزور لأنها لا أصل لها فكيف نستوردها بحجة أنها من التقدم بل هي والله هي التأخر نعم والتقدم إنما هو بالتمسك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذا الدين الكامل الذي لا يحتاج إلى زيادة اليوم أكملت لكم دينكم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم رطانة الأعاجم لغتهم فالمسلم لا يتكلم بلسان الكفار من غير حاجة لأنه إذا تكلم بذلك من غير حاجة فهذا دليل على محبتهم ومحبة لغتهم والتشبب بهم أما عند الحاجة فإنه يتكلم فيها بقدر الحاجة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية واللغة الأجنبية حتى يترجم له كتب الكفار التي ترد إليه ويكتب لهم أيضا بلغتهم فعند الحاجة لا بس بالرطانة والكتابة بلغتهم أما من غير حاجة وإنما هو مجرد محبة لهم والتقليد لهم فهذا حرام ولا يجوز هذا من ناحية وطوة وكذلك الدخول عليهم في أيام أعيادهم وزيارتهم وتهنئتهم بأعيادهم كل هذا مما حرمه الله لأن هذا من الموافقة لهم على الباطل وعلى الزور قال رحمه الله وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخنى وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس والذين لا يشهدون الزور الزور عام في كل مزور من الكذب وفي الدين أو في الحديث أو غير ذلك في الشهادة عام فالآية عامة يدخل فيها أعياد الكفار لأنها من الزور يدخل فيها الغناء لأنه من الزور يدخل فيها رطانة الأعاجم لأنها من الزور فالزور كلمة عامة فاختلاف تفاسير السلف لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور ليس هو من اختلاف التلاد وإنما هم من اختلاف التنوع لأن الآية عامة لكل ما قيل فكل واحد ذكر نوعا من أنواع الزور قال لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف يعني ليس الخبز مقصورا على هذا الرغيف وشكله ومادته وإنما الخبز عام فهو يعطيه نوعا من الخبز لحاجته إلى ذلك وليس هذا يدل على أن الرغيف على أن الخبز هو هذا الرغيف فقط وإنما أعطاه نوعا منه وكذلك هذه التفاسير كل ذكر نوعا مما تدل عليه الآية بحسب حاجة المستمع نعم لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور نعم لا شك أن شهادة الزور أنها نوعا من الزور لكن ليست هي المقصود لهذه الآية بدليل أن الله جاء بالباء بدليل أن الله قال لا يشهدون الزور بدون باء بدون باء فلو قال لا يشهدون بالزور لكان المراد شهادة الزور وأما قوله لا يشهدون الزور بدون الباء فهذا معناه الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور وأولى ذلك عيد الكفار لا يحضرونه في يومه وفي زمنه وفي مكانه قالوا العرب تقول شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهود هو الحضور وكما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه يعني من حضر غير مسافر وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة غنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة يعني مما يغنمه المسلمون في الجهاد من أموال الكفار لمن تكون لمن شهد الوقعة يعني لمن حضرها وشارك فيها أما من لم يحضرها ولم يشارك فيها فليس له منها شيء قال وهذا كثير في كلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به نعم شهدت بكذا معناه أخبرت به لأن الشهادة التي هي الإخبار تكون بالباء شهدت بكذا لا تقول شهدت كذا تقول شهدت كذا يعني حضرته وشهدت بكذا يعني أخبرت به ففيه فرق بين التعبيرين قال وجه تفسير التعبيرين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة لماذا سميت أعياد الكفار زورا لأن التزوير هو التنميق والتزيين فأعياد الكفار يظهر فيها من الأبهة ومن مظاهر الزينة ومن الزخارف الشيء الكثير ومن الأنوار ومن أنواع المشاهدات الشيء الكثير وهي في الحقيقة زور لأنها أمر باطل وإن كان التروق للناظر إليها فهي زور يعني مزورة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور الذي يمدح نفسه بما ليس فيه هذا كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى المتشبع بما لم يعطى الذي يدعي ما ليس فيه من الكمالات والصفات التي ليست فيه فهذا كلابس ثوبي زور يعني ما هو ثوب واحد ثوبين من الزور ما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أنه يتظاهر بما ليس بحقيقة وقال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذه صفة اليهود بل إن المسلم حتى ولو فعل الخير لا يتظاهر به ولا يحب أن يمدح به ولا يحب أن يعرف عنه أو أن يرى خلاصا لله عز وجل فكيف إذا كان مزورا ومدعيا لما ليس فيه فالأمر أشد أشد من الرياب الأعمال الحقيقية الواقعة الرياب الأعمال الحقيقية الواقعة محرم وشرك فكيف بالذي يدعي شيئا ليس فيه هذا زور